عايزة أتكلم مع حضراتكم في بعض الأخبار والأمور اللي بتتعلق به النادي الأهلي بداية خليني أقول لحضراتكم إن مبارح بعد الفوز بطولة كاس مصر في الفريق خلاص خد راحة 48 ساعة النهاردة وبكرة ما فيش تدريبات ويستأنف تدريباته يوم الثلاث القادم بإذن الله تعالى استعداداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد فبالتالي خليني أقول لحضراتكم إن لجنة المسابقات باتحادة المصر وكورة القدم والنهاردة أعلنت بشكل رسمي موعيد أول سبع جوالات في بطولة الدوري الدوري حيبتدي إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 11.12 بمواجهة أمبي وأسوان ده الأسبوع الأول اللي حيواجه فيه النادي الأهلي فريق مصر مقصة حيكون يوم الحد اللي جاي اللي هو يوم 13.12 في استعداد السلام الساعة 7.30 وتستمر المباريات بالنسبة لنادي الأهلي في بطولة الدوري فبالتالي خليني أقول لحضراتكم مباريات الأهلي تحديداً في أول سبع جوالات بموعدها الأهلي حلعب المقصة في الجولة الأولى يوم 13 من الشهر الجاري الساعة 7.30 في استعداد الأهلي والسلام الجولة التانية هتكون مع غزل المحلة الساعة 7.30 ده هتكون مباراة غزل المحلة دي يوم 18.12 والجولة التالتة المفروض أنت هتلعب للتحاد السكندري بس المباراة دي هتكون مؤجلة وحتتلعب يوم 11.01 هتكون مؤجلة لإيه لأن الأهلي حيقابل في الفترة دي فريق سونديب من النيجر بعد فوزه على مكديشيو السومالي في مجموعة المباراتين في الأدوار التمهيدية بطولة دورة أبطال أفريقيا للمسلم الجديد بنتيجة 2.0 فأنت هتلعب الزهاب مع سونديب هناك في النيجر يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري هتلعب معهم الإياب يوم 5 أو 6 يناير بإذن الله في القاهرة فبالتالي مطش الأهلي والتحاد ده هيؤجل وتم تحديد موعد الجديد ليه هيكون يوم 11 يناير من العام الجديد بإذن الله هتكون المباراة على الأهلي والسلام الساعة 5 مساء طيب تعالى المباراة الأهم طبعا اللي ما بين الأهلي والزمالك وهي هتكون مباراة الزمالك في الجولة الرابعة المباراة دي هتكون إمتى هتكون يوم 28 من الشهر الجاري 28.12 الساعة 7 ونص في استاد الجيش ببرج العرب مباراة قوية ودي مباراة الجولة الرابعة وتاني موسم مع التوالي تكون مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة الساعة 5 كان فيه ظروف مختلفة حصلت وكلام من ده فالمباراة ما تلعبتش في مواعدها لكن خلاص من المؤكد إن المباراة ما بين الأهلي والزمالك هتكون في الأسبوع الرابع في الجولة الرابعة ملعب الجيش ببرج العرب ساعة ونص مساء طيب الجولة الخامسة هتكون الأهلي ودي دجلة مباراة هتكون يوم واحد واحد عشرين واحد وعشرين على استاد الأهلي والسلام الساعة سبعة ونص أيضا الجولة السادسة سيراميكا كلوبترا مع الأهلي على استاد السويس الساعة سبعة ونص يوم تمانية واحد ويوم خمستاشر واحد الجولة السابعة ما بين الأهلي والإنتاج الحربي على استاد الأهلي والسلام الساعة سبعة ونصف مساء دي أهم مباريات الأهلي وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يبتدي مشواره نحو الدرع رقم 43 في بطولات الدوري نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق ويكونوا موفقين كمان في بداية الاستعداد للموسم الجديد بعد راحة كانت مطلوبة جدا بالنسبة لهم على مدار 48 ساعة سواء النهاردة أو بكرة السنين فيهم التلاتة وإن شاء الله يكونوا موفقين في بداية تكون قوية في بطولة الدوري لأن البداية لما تكون قوية إن شاء الله بإذن الله تكون دافع قوي لتحقيق لقب جديد للنادي الأهلي هروح لفاصل بعدين نرجع نكامل